على كل حالة مبارح كنا بنتكلم برضو عشان نلف كده على الرياضات المختلفة ونروح للأخبار المفرحة كنا بنتكلم مبارح زي ما حضراتكو تابعتونا عن هانا جودة بنت الاهلي صاحبة الـ 14 سنة وهي يعني صغيرة جدا في السن لكن مع صغر سنها إنجازاتها كبيرة يعني مبروك على تدتوجها بجد ببطولة إيطاليا لتنس الطولة تحت 17 سنة كان عندها منافسات مبارح تحت 19 سنة كمان والحقيقة بجد هنا زي ما عودتنا وخليتنا بجد نقصر معها كل سقف الطموح فعلا سطعت إنها تتغلب كمان على منافسيها تحت 19 سنة هي عندها كم؟ عندها 14 كسبت أول مبارح تحت 17 سنة وكسبت مبارح تحت 19 سنة وتوجد ببطولة إيطاليا يعني ليه هذه الفئة العمرية يعني فعلا فعلا لو إحنا هنتكلم معجزة خاصة أو معجزة سباشل إن هي كمان تتغلب على منافسين يعني تكلم من هونغ كونغ كمان ودي الدولة اللي هي من شرق آسيا ودي مفروض إن هي أقوى دول في العالم في تانس الطولة أو البينغ بونغ فبجد فخورين بهانا جدا وإن شاء الله تنورنا مرة تانية زي ما كنت بقول حضراتكم هي كانت معانا في أول حلقة في عشر سبح في الآن إن شاء الله تنورنا قريب عشان نتكلم بقى عن الإنجازات اللي حصلت يعني ضمن الفترة دي كلها وكمان الإنجازات اللي هي منتظرها الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة